حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونحن مع فريضة ويفريض الطلب العلم على كل مسلم ومسلمة طالب العلم ذكرنا طالب العلم والكتب وطالب العلم والقراءة والكتابة أيضا نعمتان عظيمتان من الله سبحانه وتعالى وقد ذكر البيان النطقي والبيان الخطي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن اقرأ والقلم أداتان عظيمتان لطلب العلم اقرأ وقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى مضرب المثل في القراءة قراءة القرآن قراءة السنة قراءة العلوم النافعة لقد كان الواحد منهم يقرأ حتى يغشاه النعاس فيسقط الكتاب من يده فتزعجه الحركة فتعيده مرة أخرى إلى الأريحية وعالم الفوائد والسرور بما يقرأ وكان النظر في حواش الكتب وأصولها والتعليقات تترى كان الخطيب البغداد رحمه الله يمشي وفي يده جزء يطالعه كانوا يقرؤون عند الاطجاع كان البخاري رحمه الله تعالى يقدم له الطعام وهو يقرأ ثم يؤخذ من أمامه كما هو لم يمس فينتبه ويقول الطعام فيقولون قد جئنا به إليك ورفعناه قال لم أنتبه أصلا القراءة طريق لطلب العلم ومن سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذه القراءة وهذا السماع وهذه الكتابة طرق للحفظ وتحصيل العلم سبعون في المئة من المعلومات ترد للإنسان عن طريق القراءة والباقي بالبحث والسؤال والتأمل والاستماع والاستنتاج والتجربة القراءة غذاء للعقول والأرواح كما أن الطعام غذاء للأبدان قراءة طالب العلم تريح روحه وتجعلها تتجول في بساتين العلم وحدائقه الغناء القراءة تكوين لشخصية المسلم إذا كانت في مصادر موثوقة القراءة التي تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى فهو يأخذ خلاصات من الاستنتاجات والتجارب والاستنباطات لأهل العلم يطلع على تاريخ السابقين وأحوال المعاصرين إن القراءة نوافذ تطل بها يا مسلم على العالم الفسيح ولكن كيف نقرأ وماذا نقرأ ولماذا نقرأ ومتى نقرأ وأين نقرأ دور الأسئلة على القراءة ليتضح لك أن القراءة لله إخلاصاً لوجهه ولتعلم دينه كما أمرنا وأما كيف وماذا نقرأ فلا بد من قراءة الموثوق والبداية في المرحلة الأولية في عالم التأسيس لتكون وعياً وتشكل قاعدة صلبة تقاوم الشبهات والشكوك والضلالات والانحرافات تؤسس الإيمان في قلبك تعزز عظمة الله في نفسك وتزيد من هذا الواعظ الرباني في عقلك وذهنك وقلبك هذه القراءة للقرآن للأدلة الشرعية والأحاديث النبوية لمعانيهما تفسيراً للقرآن وشرحاً للسنة وكذلك لأهل العلم الموثوقين فأنت تقرأ للبخاري ومسلم كما تقرأ لمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وتقرأ كذلك لهؤلاء العلماء العظماء كابن جرير وابن عبد البر والمنذري وابن المنذر والطبراني والطبري وتقرأ كذلك لشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وابن كثير والذابي وابن القيم وابن رجب تقرأ وتقرأ للعلماء الذين يسيرون على هذا المنوال تقرأ في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة ولحافظ الأمة وفقيهها وأصوليها الشافعي ولإمام دار الهجرة مالك الجامع بين الفقه والحديث رواية ودراية ولأحمد بن حنبل حافظ الدنيا وإمام زمانه والصابر في المحنة والذي جمع مئات الآلاف من الأحاديث ليقدم لك مستنده في سبعة وعشرين ألف حديث القراءة الواعية ضرورية تقرأ حتى تقرأ حتى تسير على هدى من الله تقرأ حتى تعرف أصول التربية وكيف تتعامل مع أولادك ومع زوجتك ويا أيتها الزوجة مع زوجك كيف تتعامل مع الناس كيف تبادلهم حتى المشاعر تقرأ وتقرأ لتعرف أخبار إخوانك المسلمين تقرأ وتقرأ لتأخذ بأسباب القوة اللازمة لهذه الأمة في عالم التقنية وما أعظم أسباب القوة في عالم التقنية وعالم الطب الذي قال الشافعي فيه لا أعرف بعد الكتاب والسنة علماً أنبل من الطب لكن أهل الكتاب غلبون عليه تقرأ في كتب الشريعة تقرأ في الكتب السهلة أولاً تقرأ في الأصول والثوابت لتؤسس في نفسك أركان الإيمان وأركان الإسلام تقرأ لتعرف هذه الكلمات في الكتاب والسنة التي تتكرر ما معانيها تقرأ تفسيراً مبسطاً تبدأ به كالتفسير الميسر وشرحاً للأربعين النووية ميسراً في البداية ثم تنتقل بعد ذلك وتتعود على أسلوب الكتاب وبلاغة العصر تتعود على العبارات العلمية وتعرف كيف تفكك هذه العبارات وتصل إلى غور معانيها سبراً وفهماً لا تستسلم للملل وعود نفسك على ذلك مثل قراءة القرآن رأس القراءات الواحد يجاهد نفسه لينضي معها نعم يستريح بين مدة وأخرى وفترة تعتريه يريح عينيه يقوم يتحرك لكنه يرجع بعد ذلك إلى هذا العالم عالم القراءة ليست القراءة للقراءة كما يقول بعضهم نحن لا نقرأ أي شيء المهم نقرأ بس لا نحن نقرأ ما يفيدنا انطلاقاً من حديث النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك قد تقرأ أحياناً ترويحاً عن نفسك لكن ليست كل القضية طرائف وضحك كما هو مملوء اليوم في الواتس آب مثلاً نعم إنك تقوي سليقتك ولغتك العربية بالقراءة في دواوين الشعري لكن هذا إحماض يعني هذا كالملح لكن ليس هو الأكل الأصلي قاوم شرود الذهن أثناء القراءة ركز لخص دون اكتب الخلاصات في الهامش ضع عنوين للفقرات يوجد في الكتب عادة ورق بيضاء في البداية أو النهاية لتسجل المسائل الجميلة الطريفة المفيدة شيء كنت تبحث عنه شيء ربما تحتاج للرجوع إليه البخاري كان يستيقظ يقوم عشرين مرة في الليل حتى يسجل فوائد المسألة تحتاجنا مجاهدة وصبر وأن لا ننخدع بهذه الأشياء التي أشغلتنا عن المهم وتقرأ وأنت تسبح ربك حتى لو قرأت في عجائب المخلوقات تقرأ تقرأ وأنت تسعى لترسخ معاني الشرع في نفسك مستعملاً القلمة أو مستعملاً هذه التقنيات الحديثة اليوم في التلوين والتشكيل ووضع العلامات الإلكترونية تقرأ لتستوعب وتقوم كتابك ثري بالتعليقات لا يقدر بثمن أنت تربط الجمل بالأفكار والهوامش بالأعلى وكذلك الحواشي وجانباً وأسفل وأيضاً فإنك ترقم الفقرات والنقاط والفوائد والقواعد وتكتب الأسئلة عما لم تفهمه لتحاول البحث فيه وإذا استعنت بالكتاب الإلكتروني لتبحث فوراً عن أشياء تجدها في الكتاب الورقي فنعم ما هي حاول أن تجعل كتب كثرية بتعليقات عليها وابحث عن صحة الحديث الذي يعرض لك ولخص واختصر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اشتركوا في القناة